اشتركوا في القناة نبدأ اول تمرين اكمل يقول قلنا اكمل لدينا 25 زائد عدد مخفي او مجهول وتساوي النتيجة هنا هذا الاتمام الى العشرة الموالية وهنا الدرس من كتاب المدرسين صفحة 38 لأتم هنا عندي 25 العشرة الموالية لـ 25 هي 30 لأتم 25 إلى 30 ماذا افعل حسب القاعدة اضيف الى رقم احده رقم يصبح 10 يعني هذه 5 وش نزيد لها بتولي لعشرة ببساطة شديدة هو 25 كم اضيف لها كي تصبح 30 ببساطة كيف نحلوها اذهب الى رقم احد ماذا اضيف له كي يصبح 10 5 ماذا اضيف لها كي تصبح 10 5 مثال اخر 38 زائد عدد مخفي تساوي 40 اذا هنا اذهب الى رقم الاحد كم اضيف له كي يصبح 10 كم اضيف اليه كي يصبح 10 2 8 كم اضيف لها كي يصبح 10 2 يعني 38 30 زائد 2 تساوي 4 لدي 13 هذه 3 ابناء 13 كم اضيف لها كي يصبح 20 نذهب الى 3 كم اضيف لها كي يصبح 10 7 لكن هذه الطريقة ابناء نستعملها فقط عندما تكون هنا عشرات يعني عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانون تسعون يكون يعني رقم الاحد صفر هذا نسميه بالاتمام الى العشرة الموالية نذهب لتمرين اخر لاحظوا لاحظوا هنا ابناء هذا التمرين من خلال نموذج لدي 68 كم اضيف لها كي تصبح 70 ها هو السؤال يقول اكمل الى العشرة الموالية 68 كم اضيف لها كي تصبح 70 اضيف لها هنا اثنان هنا 16 كم اضيف لها كي تصبح 20 4 احنا 59 كم اضيف لها كي تصبح 60 واحد تمرين ثاني ضح لكل اسم لكل شكل اسمه نضح لدينا مجموعة من الاشكال ونضح لها اسمها اذا نبدأ بابسط شكل شكل كل اضلاعه متساوية ما هو هو المربع هو مربع المربع هو كل اضلاعه متساوية لدينا شكل يشبه للمربع لكن اضلاعه ليست متساوية كل ظلعين متقابلين هذا وهذا متقابلين متساويين وهذا وهذا متقابلين متساويين نسميه مستطيل هذا بسيط مستطيل وماذا لدينا اخر اخرهم بسيط جدا مثلث لانه يتكون من ثلاث اضلاع مثلث اذا اذا تمرين الثالث يقول ارتب الاعداد تصاعديا تصاعديا ما معنى تصاعديا هذا وسيم وسيم يريد ان يصعد الى السلم يبدأ بالاسفل ثم يصعد الى الاعلى ثم الاعلى ثم الاعلى يعني يبدأ بدرجة السلم الصغرى ثم الاكبر منها ثم الاكبر منها ثم الاكبر منها لماذا لانه يصعد نقول انه يتنقل تصاعديا تصاعديا يعني في التنقل التصاعدي او الترتيب التصاعدي نبدأ في الاسغر ثم الاكبر منه ثم الاكبر منه وهكذا تصاعديا نصعد ننتقل الى الاعلى او الى الاكبر اذا لنلاحظ لدينا نقرأ جميع الاعداد لدينا 96 79 17 49 اذا جميع الاعداد فيها مرتبة الاحد والعشرات فقط ليست لدينا مرتبة المئات انا كي اعرف ما هو الاصغر وما هو الاكبر بما انه جميع الاعداد مرتبة احد وعشرات اذهب دائما للعشرات الاكبر الاكبر بنشوف الاكبر والاصغر في العشرات هنا قلنا تصاعديا انا ابحث عن اصغر عدد هنا لدي 96 يعني 90 هنا 69 يعني 60 هنا 17 يعني 10 واحدة وهنا 49 اذا اذا هنا هو اصغر عدد هو 17 لماذا لانه في 10 واحدة اذهب الى ثاني رقم هل 49 اكبر ام 69 اكبر لا 69 اكبر بالتالي اضح 49 انا ارتب تصاعديا 49 ماذا لدينا لدينا انتبه اللحنة 69 و96 ايهما اكبر اذهب لمرتبة العشرات دائما 9 اكبر من 6 اذا اضع 6 69 ثم 96 وهكذا اكون رتبت الاعداد تصاعديا لدينا التمرين الرابع اقرأ الساعة واكمل الفراغ هنا الفراغ وهذه الساعة لدي المؤشر الصغير او العقرب الصغير في السادسة قلنا اذا هو الذي يرمز لنا للساعة انظر دائما للمؤشر الصغير اذا هو في السادسة والكبير في الثانية عشر ولدي صباحا يجب ان اقرأ هنا جيدا اذا اكتب بهذه الطريقة السادسة صفر صفر هذا صفر وصفر ماذا قلنا قلنا هو تماما بسيطة جدا السادسة تماما واقرأها السادسة تماما ماذا لدينا هنا ماذا لدينا لدينا الصغير في الحادي عشر والكبير في الثانية عشر اذا اذا الحادي عشر لكن اولا اتأكد من الكلمة الموجودة هنا موجودة صباحا اذا اكتب بهذه الطريقة ببساطة شديدة صفر صفر الحادي مساء ماذا كيف نحسب ابدأ هنا مساء هنا ثلاثة عشر عفوا هنا اثني عشر هنا ثلاثة عشر عندما اجد مساء ابدأ بهذه الطريقة هذه اثنى عشر هذه الواحد تصبح ثلاثة عشر الثانية تصبح اربعة عشر الثالثة خمسة عشر اذا نكتب خمسة عشر وهكذا اذا كانت مثلا هنا ثامنة الثامنة وهنا ايضا مساء ماذا نكتبها بسرعة اذا قلنا هذه ثانية عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون اذا الثامنة مساء نكتبها عشرون لاحظوا ابنائي هنا ماذا لدينا لدينا اكتب حسب المنوان يعني نكتبه حسب المثال لمدهننا لدينا ستمائة وخمسة وثلاثون لاحظوا وش كتبنا قلنا ستمائة كتبنا ستمائة وخمسة كتبناها لكن كتبناها هي الأخير لماذا لأنها في الأحال وخمسة وثلاثون يعني مثلما ننطقها نكتبها لاحظوا اللي هنا أبنائي خمسمائة وثلاثة واربعون مثلما أنطقها أكتبها خمسمائة هاي خمسمائة هذا هو التفكيك وثلاثة قلنا بما إنها هي في رقم الأحد أكتبها هي الأخيرة واربعون ببساطة شديدة هنا مئة واحدة عشر مئة هذه المئة واحدة يعني واحد ها هو الواحد عشر لدي عشرة واحدة وهكذا أكون فككت نتمنى أخوتي نكون نفعتكم وأبنائي الأعزاء تلميذ سنة ثانية نفعتكم تمارين اليوم نلتقي إن شاء الله نزلتنا هذا قريب عشر يام نحاول ننشر فيها أكبر عدد ممكن من التمارين والمراجل أمان الله أمان الله